يبدو أنه آخر الزمان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر فيه حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام ليجترئوا على دور الإفتاء وكبار العلماء سواء في ليبيا أو في باقي البلدان طائفة الغلاة الموالية لحفتر التي لا تتقن التمسك بالسنة فضلا عن فقه جلب المصالح ودرء المفاسد كتب قادتها عبر قنواتها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أكاذيب وافتراءات وتلفيقات على كلمة سماحة المفتي فضيلة الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي الديار الليبية دكتورة في الفقه المقارن وأخرى من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة إكسترا في بريطانيا ماجستير من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر قضى في التدريس الجامعي أكثر من ثلاثين سنة تولى الإشراف والتدريس في شعبة الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة طرابلس أما طائفة الغلاة وليدة الاستخبارات السعودية فلا تأصيل علمية لأبرز قاداتها فهم من كانوا يطردون من دروس العلماء باليمن والسعودية والمغرب والجزائر آنذاك فهل لأنهم طلاب علم أم أنهم أتوا لحب الظهور والاستعلاء بين كل هذا وذاك يتساءل عامة الناس الذين لازالوا على فطرتهم السليمة التي خلقهم الله عليها هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب